اشتركوا فيديو جديد وازايكم انا بيكم فيديو جديد بقلي فترة كبيرة غايب عنكم وده عشان همجهز لكم الحاجة جمدة جدا وحلوة هتعجبكم هتنزل في خلال اسبوع ده او الاسبوع جاي بالكتير قوي وهتشكروني جدا عليها شركة المرة تواصلت معي وحبوا ان هم هيعملوا زي تعاون كده لمسابقة هم عاملينها وهي اسمها في المورة كولج فان او فان كولج وده بيختصار مسابقة وتاخد عليها جوايز وممكن تستخدم موبايلك او تستخدم برناميك وهي انك تستخدم اي تمبلت من التمبلتس الموجودين دوه برناميك فالنورة تحملها وتبدل الافاكتات او تبدل الميا نفسها اللي هو الفيديو ذات نفسه اللي دوه او صورة حتى انا حرفة مش فتحك تصور حاجة انت ممكن تاخد صورة من تمبلتس من التمبلتس الموجودين صورتك انت تخطها في التمبلت دي وخلاص الفيديو كده خلصان وترفعه على فيسبوك انستجرام تويتر يوتيوب اي حاجة تخط معايا الهاشتاجات اللي انت هتلاقيه قدامك دي وخلاص كده انت يعتبر اشترك قدامك اسبوع وعشر ايام لغاية لما انت تشترك او تتقدم تعمل الفيديو بتاعك ترفعه على اي حاجة من وسائل تواصل اجتماعي اعمل الهاشتاج ومانشن برضه في المورة في وصف الفيديو عشان انت يقدر تشترك ولكن نسيب من الاول اقول لك اهي الجوائز بتاعت في المورة المركز الاول بتاخد دي جي اي بوكت تو ودوت بعدة الكريتور كاملة منها المايك والستاند المركز التاني بتاخد فند او بتاخد تمويل او بتاخد دعم امتين دولار لو انت صنع محتوى اصلا المركز التالت وممكن كمان يبقى المركز تانية اكتر من كده بياخده نسخ بجانية لنسخة وندر شيرف المورة 12 مع اللايسنس بتاعته ومع البلوجينز كاملة يعني بتاخد معها بورس فاكتس بتاخد معها في المورة ستاك وبتاخد معها ترخيص انك انت تستخدم كل الكلام ده البريميوم والمجاني بالمجان وهو دوقتي احنا جوا برنامج واندر شيف المورة بعد من تفتح واندر شيف المورة 12 بتاعك هتيجي عندي خانة التمبلتس اللي هنا بعد كده هتيجي عندي خانة التمبلتس وتضغط على في المورة فون كوليج وانا هجيب لك كل التمبلتس الخاصة بالبرنامج وهي عندك بالعرض وعندك بالطول اللي بالطول بيبقى كده بالوقت مكتوب عليهم اي جي ستوري اللي هو انستجرام ستوري ودي بتبقى حاجة حلوة جدا صغيرة بتنفع الانستجرام والدنيا دي وعندك حاجات بالعرض زي لنا استخدمتها اللي هي كوليج لوك بوك سري بالشكل دوت هو بيبقى الافاكتات ساعدتي لها شوية ان هو حاجات كتيرة اوي فوق بعضها ولكن انت بتشوف من الصنبنيل الافاكت شكله عامل ازاي لان هو بيحملك كفيديو مش كافاكت اختار اللي انت عايزه لنسبك في حاجات كتيرة جدا تعال اقوريك بقى دلوقتي زي هدو تستخدمها هنيجي مثلا على الكوليج لوك بوك ده اللي انا استخدمته هاسحبه كده وتخطه بس على الطايمان وتسيب هو بقى يضيف لك كل الافاكتات اللي انت عايزها هتنزل تحت وهتدور على اي حاجة مكتوب عليها ريبليس يور فوتو هنا هتقدر تعمل ريبليس للصورة بتاعتك وتخطها هنا مكان الصور دي هو مديني واحد اثنين تلاتة اربعة ابدل بيوم ولكن مش دايما لازم تغير كل الصور يعني انت مثلا قد في بس اللير دوت وشوف اللير اللي بعدها اللير هنا بتاعت اللون في الخلفية في الباكراوند فلطيفة عاجباني لو انت عندك صورة بخلفية على السبعة سبعة لكن انا عاجبني ان هي لون هكده ممكن اغير اصلا في اللون ذات نفسه واخليه لون تاني من خانة الكولر مسلا ممكن نخليها ازرق اصفر اكتر امنوع نخليها باللون ده اللي تشبع او نزوده اه نخليها كده شوية كده الشكل الطف هنا مثلا اللون ازرق فممكن نخليها اقدر اصلا حلوة كده يبقى شكله لايء على الصور اللي انا هحطها اكتر بعد كده نيجي عند الصورتين التانيين هنا في صورة وهنا في صورة هتيجي بعد خانة الميديا تسحب الصور بتاعتك وتحطها في البروجيكت هنا اللي انا اصلا عملته اربع صور صورة خلفية والصور التانيين بدون خلفية عملتهم على الفوتشوف لو انت اصحبت الصورة بخلفية افضل ضغط على زرارة الالت بعد كده اضغط عليه افضل ضغط بيكليكش مع الماوس واسحبها على الصورة اللي بيقولك واسيب هتقوم متبدلة هو اشعلك الخلفية بنفسه وزبط الدنيا كلها تعال عند اللي بعدها نغيرها مثلا بصورة تانية نحط مثلا دي لو انت اصحبتها عادي هو هيقول لك عايز تعمل ولا تعمل ولكن انا بفضل ان استخدم استخدم زرارة واسحب مرة واحدة هو هيعمل مرة واحدة لو او المكان مش مظبوط اضغط ضغطها واحدة تعالى عند كلمة وعند حرق تقدر تغير او المكان بتاع الصورة تقدر كمان تعمل وتكبر الصورة وتصغرها هلا بقى نشوف احنا عملنا ايه نبدأ كده افاكت جامد جدا وعجبني هو ده انا عملته بالزوت في اول الفيديو ومسا كده هو ده كان الفيديو النهاردة اتمنى اكون عجبك وانتشانك تعمل لايك على الفيديو تشترك وانتش اشترك تعمل كل اصحابك وانشوفك الفيديو جاي سلام